بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد على قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب وهنكمل محتويات العهد القديم وهنكمل قراءة في سفر المزامير في البداية لو أنت مهتم بمقارنة الأديان والحوار الإسلامي المسيحي والنقد الكتابي تحديدا يبقى أنت لازم تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشارات بكل الحلقات الجديدة للأسف التسجيل قطع في آخر مرة وإحنا بنقرأ في سفر المزامير فالمفروض أن احنا توقفنا عند المزمور 19 وحنقرأ من العدد السابع النص بيوصف الشريعة مرة أخرى وبيقول نموس الرب كامل يرد النفس شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما وصير الرب مستقيمة تفرح القلب أمر الرب طاهر ينير العينين خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد أحكام الرب حق عادلة كلها فبالتالي احنا ممكن ناخد هذه النصوص كمعيار وصف لكلام الله وشريعة الله والنصوص اللي نلاقيها في الكتاب المقدس مخالفة لهذه الأوصاف نعرف على طول أنه من التحريف اللي دخل إلى نص الكتاب في العدد رقم 14 من المزمور 19 لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي ووليي فده برضو نص في صفة الإيمان أن الموقور في القلب يصدقه أيضا للسان والجوارح وهكذا في المزمور العشرين العدد رقم 6 الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه يستجيبه من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه النص ده فيه فايدتين الفايدة الأولى لو النص ده بيتكلم عن المسيح يبقى معناه نجاة المسيح من الصلب لأن المسيح دعا الإله أنه يخلصه من الموت فهنا النص بيقول أن ربنا بيستجيب لمسيحه وبيخلصه الفايدة الثانية يستجيبه من سماء قدسه دلالة على أن الله في السماء مش في كل مكان زي ما أغلب النصارى بيقوله في المزمور 21 العدد 9 والعدد 11 فيهم برضو نفس معنى لو المزمور ده عن المسيح يبقى مفاده نجاة المسيح من الصلب العدد 9 بيقول تجعلهم مثلة نور نار في زمان حضورك الرب بصخطه يبتلعهم وتأكلهم النار في العدد 11 لأنهم نصبوا عليك شرا تفكروا بمكيدة لم يستطيعوها كانوا عاوزين يكدولوا لكن ما قدروش ينفذوا المكيدة المزمور 22 مزمور في غاية الأهمية من العدد 7 نقرأ كل الذين يرونني يستهزئون بي يفغرون الشفاه وينغصون الرأس المفترض ان معنى النصوص دي تم اقتباسه في العهد الجديد والنصارى بيؤمنوا ان دي نبوة عن المسيح انه لما تصلب الناس بدأت تستهزئ به وتقول له لو انت ملك اليهود لو انت ابن الله فخلي ربنا ينجيك بيتم الاشارة الى متى 27 39 ومرقص 15 29 متى 27 39 بيقول وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم وفي مرقص 15 29 وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين اه يا ناقد الهيكل وبانيه في ثلاثة ايام وبرضو نفس المعنى في متى 27 43 قد اتكل على الله فلينقذه الان ان اراده لانه قال انا ابن الله خلي بالك النصوص مش بتقول ان المسيح حصل فيه كذا لكي يتم المكتوب كذا 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 لا بس هم النصارى بيشوفوا نفس المعنى ان مثلا في متى 27 43 قد اتكل على الله فلينقذه الان ان اراده يعني الشخص ده اتصلب وهو اتكل على الله لو ربنا يريده هينقذه نفس معنى فكرة اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لانه سر به نصين مهمين تانيين في المزمور 22 من العدد 15 بيقول يبست مثل شقفة قوتي ولسق لساني بحنكي والى تراب الموت تضعني لانه قد احاطت بي كلاب جماعة من الاشرار اكتنفتني ثقبوا يدي ورجلي فهنا النصارى بيقولوا ان النصين دول نبوة عن المسيح لما جيت صلب الجزء الاول بيقول لسق لساني بحنكي ان هو كان عتشان وبيشيروا الى يوحنى 19 28 بعد هذا رأى يسوع ان كل شيء قد كمل فلكي يتم الكتاب قال انا عتشان فهنا فكرة لكي يتم الكتاب قال يعني النبوات عنه بالزبط فلازم يقول انا عتشان ويجو يشربوه مية او حاجة زي كده النص التاني بقى اهم اللي بيقول جماعة من الاشرار اكتنفتني ثقبوا يدي ورجلي النصارى بيقولوا دي نبوة واضحة جدا عن المسيح اللي اتصلب واللي اتثقبت ايدي ورجليه والمزمور ده المفروض عن سيدنا داود سيدنا داود ما حصلوش كده يبقى النص ده نبوة واضحة جدا عن المسيح هو اللي لما جم يصلبوه ثقبوا يديه ورجليه لكن انا اول حاجة بقول ان النص ده لم يتم اقتباسه في العهد الجديد مفيش نص في العهد الجديد بيقول لكي يتم الكتاب مش عارف مين ثقبوا يدي ورجلي مفيش حاجة زي كده في العهد الجديد اغلب النصارى بيشيروا الى بداية المزمور المزمور 22 العدد واحد بيقول الهي الهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري المفروض ان فيه اكثر من نص المسيح فيه بيقول الهي الهي لماذا تركتني عندنا في متى 27 46 ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا ايلي ايلي لما شبقتني اي الهي الهي لماذا تركتني وفي مرؤس 15 34 وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا ايلوي ايلوي لما شبقتني الذي تفسيره لهي الهي لماذا تركتني مرة اخرى نقطة في غاية الاهمية كتبت العهد الجديد ما اشروش ان المسيح قال كده زي ما تم في الكتاب او لكي يتم ما في الكتاب او ان الكلام ده مكتوب عن المسيح في الكتاب الهي الهي لماذا تركتني مفيش اشارة الى ان الكلام اللي قاله المسيح ده موجود في الكتاب او متنبأ عنه في الكتاب لكن النصارى بيقوله ان المسيح قال الهي الهي لماذا تركتني علشان ينبه الجموع للمزمور اللي بيتكلم عنه واللي في العدد رقم 16 بيقول ثقبوا يدي ورجلي علشان ينبههم ان كل الاحداث اللي بتحصل دي نبوة عن المسيح ازاي بقى نرد على الادعاءات الكثيرة دي المتعلقة بثقبوا يدي ورجلي بنقول ان في الاصل العبري النص ما بيقولش ثقبوا يدي ورجلي بيقول كاسد على يدي ورجلي الكلام ده بنلاقيه في الترجمة الانجليزية اليهودية النص بيقول كالآتي كاسد على يدي ورجلي برضو لما نراجع النص اللي موجود في العهد القديم عبري عربي بين السطور هنلاقي كاسد يدي ورجلي يعني هجمين على يدي ورجلي زي الاسد الوصف ده ان الاعداء بيهجموا عليه كاسد متكرر كتير جدا في المزامير بشكل عام وفي نفس المزمور ده فلو شفنا مثلا المزمور سبعة اتنين لألا يفترس كاسد نفسي هاشما اياها ولا منقذ المزمور عشرة تسعة يكمن في المختفى كاسد في عريسه يكمن ليخطف المسكين يخطف المسكين بجذبه في شبكته فبالتالي الاعداء في مزامير تانية معتاد وصفهم كاسد بيهجموا عليه كاسد في نفس ذات المزمور قبل وبعد النص ده بنلاقي وصف الاعداء كاسد فبنلاقي في المزمور 22-13 فغروا علي افواههم كاسد مفترس مزمجر وبعدين في المزمور 22-21 خلصني من فم الاسد ومن قرون بقر الوحش استجب لي فيبقى اول حاجة الاصل العبري ما بيقولش ثقب يدي ورجلي بيقول كاسد على يدي ورجلي وصف الاعداء كالاسد اللي بيهجموا عليه موجود في المزمير وموجود في نفس المزمور قبل وبعد النص وما للنصارى جابوا منين فكرة ثقب يدي ورجلي بيستشهدوا بالترجمة السبعينية لكن علشان ما ندخلش في تفاصيل تقنية الكلمة اليونانية المستخدمة لا تفيد ثقبه ممكن تترجم حفروا وما تفهمش يعني ايه حفروا يدي ورجلي المهم في بحث في غاية الاهمية للشيخ عرب ربنا احفظه ويبارك فيه اسمه حيرة الحيارة بين اليهود والنصارى وقالت اليهود وقالت النصارى النص ده اليهود بيتهموا النصارى ان هم حرفوه علشان يبقى نبوة عن المسيح المسلوب والنصارى بيتهموا اليهود ان هم حرفوا النص علشان يزيلوا نبوة واضحة عن المسيح المسلوب احنا بنقول ان الاصل العبري المفروض هو الحجة والمفترض ان المسيحيين اخدوا كتبهم المقدسة بتاعت العهد القديم من اليهود فاليهود عندهم النص بيقول كأسد على يدي ورجلي والوصف ده مش غريب معتاد في المزامير وفي نفس المزمور قبليه وبعديه يبقى الحجة في الاصل العبري في نص تاني في غاية الاهمية ايضا في نفس المزمور والنصارى بيقولوا ان ده من ضمن النبوات اللي بتتكلم عن المسيح المزمور 22-18 يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون المفروض النصارى بيقولوا ده وصف واضح جدا للي حصل للمسيح لما جم يصلبوه وده نبوة واضحة جدا عن الصلب والفداء فبنلاقي ان النص ده تم الاشارة اليه فعلا في العهد الجديد وبنلاقي قصة الاقتراع على لبس المسيح مذكور في العهد الجديد فاكتر من مكان في الاناجيل الاربعة تقريبا في متى 27-35 النص بيقول ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها لكي تتم ما قيل بالنبي اقتسموا الثياب بينهم وعلى لباسي القوقرع في مرؤس 15-24 ولم صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها ماذا يأخذ كل واحد في لوقة 23-34 فقال يسوع يا ابتاء اخفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون واذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها وفي يحنى 19-24 فقال بعضهم لبعض لا نشفخه بل نقترع عليه لمن يكون ليتم الكتاب القائل اقتسموا ثيابه بينهم وعلى لباسي القوقرع في نقطة مهمة هنا لما نشير الى هذه النصوص اللي مفروض بتذكر قصة الاقتراع على لبس المسيح المفروض ان بحسب انجيل متى وبحسب انجيل يوحنى تم الاشارة الى ان اللي حصل ده مكتوب عن المسيح في العهد القديم لكن في متى 27-35 الجزء الاخير من النص اللي هو بيقول لي كي يتم الكتاب القائل على لباسي القوقرع ولا كذا الجزء الاخير اللي بيشير ان هذا الحدث مكتوب عنه في العهد القديم اضافة لاحقة من النساخ وهذا الجزء الاخير محذوف من الترجمات المعتمدة على اقدم المخطوطات يبقى الاشارة الوحيدة في العهد الجديد ان اقتسام والاقتراع على لباس المسيح مذكور في العهد القديم هو اللي موجود في يوحنى 19-24 اللي بيقول انه فتمت الاية اقتسموا الثيابي وعلى لباسي اقترعوا ايه الرد بقى على القصة دي كلها؟ الرد ان المزمور زي باقي المزمير بيتكلم عن شخص بيصاب بمكايد واعداءه مجتمعين عليه وعاوزين يهلكوا هكذا وهو بيدعو الله انه ينجيه وفي الاخر ربنا بيستجيب الكلام ده موجود في المزمور 22 العدد 24 لانه لم يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه بل عند صراخه اليه استمع فبالتالي هو بيصرخ الهي الهي لماذا تركتني؟ تركتني في كل هذا الذي اصابني لكن في النهاية الاله استمع فبالتالي الشخص المتعرض لكل هذه الالام بيصرخ بيقول الهي الهي لماذا تركتني؟ لكن الاله استمع اليه وكعادة باقي المزمير بينجيه ومش بيسيبه المفترض ان النص رقم 21 بيقول خلصني من فم الاسد ومن قرون بقر الوحش استجب لي اخبر باسمك اخوتي في وسط الجماعة اسبحك بنلاقي في الواخر المزمور انه بالفعل من قبلك تسبيحي في الجماعة العظيمة اقوفي بنظوري قدام خائفي يأكل ودعاء كذا كذا انه فعلا ربنا نجاه فبدأ يسبح للاله وسط الجماعة في المزمور 23 من العدد الرابع بيقول ايضا اذا سرت في واضي ظل الموت لا اخف شرا لانك انت معي عصاك وعكازك هما يعزيانني ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية فكرة المائدة دي وهل لها علاقة بالمسيح والمائدة اللي انزلها الله عز وجل على المسيح وتلاميذه بحسب القرآن الكريم الله اعلم لكن برضو النص لو بيتكلم عن المسيح فهي في سياق ان المسيح ربنا هينجيه وهيحميه المزمور رقم 24 من العدد الاول للرب الارض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها النص ده تم اقتباسه في كورينثوس الاولى عشرة من 25 ل26 لكن بوليس كالعادة بيقتبس النص في غير سياقه وبيستخدم النص في غير موضعه بوليس بيقول في كورينثوس الاولى الاصحاح عشرة من 25 ل26 كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فحصين عن شيء من اجل الضمير لان للرب الارض وملؤها فانا بيقول لان للرب الارض وملؤها بوليس بيستخدم النص ازاي كل اي حاجة مفيش حاجة حلال ولا حرام لان للرب الارض وملؤها المفترض ان النصوص دي في العهد القديم ملهاش اي علاقة باكل حلال ولا حرام والمفترض ان النصوص بتتكلم ان كل المخلوقات ملك لله لكن ده ما يمنعش ان ربنا حرم على الانسان انه يأكل حاجات او يشرب حاجات معينة فهو بوليس بياخد النص لان للرب الارض وملؤها ويقول لك كل اللي انت عايزه لانها للرب في المزمورة 24 العدد رقم 3 من يصعد الى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه الى الباطل ولا حلف كذبا ففيها اشارة الى الطهارة الطاهر اليدين والنقي القلب وفيها فكرة ان الاعمال الظاهرة على الجوارح لازم ايضا تكون موافقة لما في القلب المزمور 25 العدد اتنين بيقول يا الهي عليك توكلت فلا تدعني اخزى لا تشمت بيا اعدائي ايضا كل منتظريك لا يخزوا ليخزى الغادرون بلا سبب لو النص ده عن المسيح فيها نفس معنى نجاة المسيح من الصلاة في العدد رقم 8 الرب صالح ومستقيم لذلك يعلم الخطاء الطريق لو بصيت في بعض الترجمات التانية هتلاقي ان فيها معنى ان ربنا بيهدي الضالين اللي هي هداية الدلالة ودي من الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها مع الملحدة والربوبيين واللدينيين اللي بيرفضوا نزول الدين لما بنوصل لمرحلة ان احنا نقنع الناس ان هذا الكون يحتاج لكي يوجد الى اله خالق وصانع بنبتدي نقول ان الصفات هذا الاله من الناحية العقلية لابد ان يكون متصفا بالكمال لان احنا بنلاقي الكون مضبوط ضبط دقيق جدا ومصنوع بشكل متقن جدا وده بيعكس صفات الاله انه عليم وحكيم وقدير وقوي وهكذا فبما ان الاله عليم وحكيم وقوي وقدير وكذا يبقى هو لا يفعل الا لحكمة يبقى الحياة التي نشأت على الارض نشأت من اجل حكمة وغاية معينة فالانسان وجوده على الارض له حكمة وغاية معينة الانسان هيعرف منين هو ليه موجود على هذه الارض لازم الاله ينزل عليه دين او يتواصل معه بطريقة معينة علشان يعلم الانسان هو ايه اللي مطلوب منه في هذه الدنيا لو الاله ما انزلش دين او ما ارشدش الضالين الى طريق مستقيم عرفهم ايه اللي مطلوب منهم في هذه الدنيا ده قضح في الله عز وجل يبقى كأنه خلق كل هذه الدنيا وخلق الحياة وخلق الانسان عبثا في العدد عشرة برضو وصف للشريعة وهكذا كل سبو للرب رحمة وحق لحافظ عهد وشهادته فيه في العدد واحد وعشرين من المزمور خمسة وعشرين يحفظني الكمال والاستقامة لاني انتظرتك وفيه هنا وصف اغلب المفسرين بيقولوا ان ده وصف تصويري يحفظني الكمال والاستقامة كأن الكمال والاستقامة شخصين بيحفظوا الانسان وده اسلوب ادبي معتاد في الشعر ما فيش مشكلة لكن هذا الاسلوب اللي فيه نوع من انواع التصوير والمجاز ومواطن الجمال ومش عارف مين والكلام ده كله كان من اسباب ان النصارى يبنوا على هذه التصورات انحرافاتهم فيما يخص الثلوث والتجسل في بعض النصوص في العهد القديم بتتكلم عن كلمة الله باوصاف زي كده ان ربنا نصرنا بكلمته فهم بيتخيلوا كأن الكلمة كائن او شخص بيدافع وبيحارب مع الناس فاحنا انتصرنا بكلمة الله كلمة الله شخص حارب معنا وانتصرنا بسبب فدي نقطة كنت حابب ان انا اشير اليها ان في بعض النصوص في اسفار الحكمة والشعر بسبب هذا الاسلوب المجازي النصارى لا بيفهموا هذا الكلام مش على انه مجاز ده على انه حقيقة فبنفس فهمهم يبقى احنا نفهم ان الكمال والاستقامة دي اشخاص دي اقانيم بتحفظ الانسان في المزمور 26 من العدد الرابع لم اجلس مع اناس السوق ومع الماكرين لا ادخلوا ابغطوا جماعة الاثمة ومع الاشرار لا اجلس نصوص عن الولاء والبراء وفكرة ان انا لا انا مكرهشي الاثمين انا اكره اثمهم الكلام ده باطل ما فيش فصل ما بين الشخص وافعاله الشخص ده بيفعل اثامه وبيقع في المعاصي اكره هذا الشخص بقدر وقوعه في المعاصي والاثام نص في المزمور 28 العدد الاول اليك يا رب اصرخ يا صرختي لا تتصامم من جهتي لألا تسكت عني فاشبه الهابطين في الجب ده نص بيتكلم عن احوال الموتة والقبر لكن النص ده ممكن يكون مفيد نوعا ما فيما يخص ان الموتة بيسمعوا الدعاء او لو الموتة بيدعوا اللي بره بيسمعوهم حاجة زي كده يعني ممكن يكون لها علاقة بنقد عقيدة القبريين او كان في العدد 6 نفس السياق لو كان المزمور عن المسيح يبقى دلالة ونجاة المسيح من الصلب مبارك يكون الرب لانه سمع صوت تضرعي يعني هينقذوا من الحاجات اللي كان بيطلب ان ربنا ينقذوا منها المزمور 29 العدد رقم واحد قدموا للرب يا ابناء الله قدموا للرب مجدا وعزا قدموا للرب مجدا اسمه اسجدوا للرب في زينة المقدسة في اكتر من فايدة في هذه النصوص الفايدة الاولى فكرة ابناء الله رغم ان المفسرين مش عارفين هم مين المقصودين بابناء الله هنا لكن احنا بنقدر نستخدم هذا النص للرد على الناس اللي بتقول ان المسيح اتقال عنه انه ابن الله يبقى هو اله مستحق العبادة احنا بنقول ان الكتاب المقدس بيطلق على ناس كتير انهم ابناء الله وده ما يفدش عبادتهم ولا حاجة الفايدة التانية عبادة الله بالسجود والفايدة التالتة اسجدوا للرب في زينة مقدسة وده كأنه موافق للقرآن الكريم اللي بيقول وخذوا زينتكم عند كل مسجد في المزمور التلاتين العدد الاول اعظمك يا رب لانك نشلتني ولم تشمد بي اعدائي لو المزمور بيتكلم عن المسيح يبقى مفاده نجاة المسيح من الصلب في هنا نص عجيب في المزمور التلاتين العدد تلاتة يا رب اصعدت من الهاوية نفسي احييتني من بين الهابطين في الجب فكأن النص ده فيه اشارة يعني النص المفترض ان هو اسلوب شعري فيما معناه انا كنت هموت وانت نجيتني اللي هو فيها معنى ان ربي الذي يحيي واميت قال انا احي واميت بمعنى ان الشخص ده ممكن اموته لكن انا حسيبه يعيش فده معنى انا احي واميت بمعنى ان الشخص ده هحكم عليه بالموت فاميته المفترض ان ده هو المعنى العجيب ان النصارى لما بيجوا يستشهدوا بنصوص كأنها نبوة ان ربنا هيقيم المسيح من الاموات ما فيش حد من كتبة العهد الجديد اشارة الى هذا النص ابدا يا رب اسعدت من الهاوية نفسي احييتني من بين الهابطين في الجب فهو المفروض احييتني من بين الهابطين الى الجب الجب اللي هو القبر يعني ان الناس الهابطين انت ما خلتنيش اهبط معاهم ده مفروض معنى النص واحييتني بمعنى انا كنت هموت لكن انت نجيتني من الموت ده المفروض المعنى في العدد التسعة برضو نص بيفيد نفس الفكرة ما الفائدة من دمي إذا نزلتوا إلى الحفرة هل يحمدوا كالتراب هل يخبروا بحقك المفروض المزمور ده لداود فكأن سيدنا داود بيقول الفائدة لو نزلت الحفرة فهو ما نزلشه ربنا أحيان دي أول نقطة تاني نقطة التصور المتعلق بالموت والناس اللي بتموت والناس اللي في القبر هل يحمدوا كالتراب هل يخبروا بحقك يعني الناس اللي في القبر الميتين دول موت بمعنى ثبات عميق محدش بيتكلم محدش بيحمد ربنا محدش بيحمده وهكذا هنا هل يحمدوا كالتراب كأن فيها إشارة أن نهاية الإنسان التراب وأن أنا هتحول لترابه وخلاص على كده ما فيش بقى قيامة ما فيش حساب وثوب وعقاب وهكذا المزمور 31 في نص مهم في العدد خمسة في يدك أستودع روحي فديتاني يا ربي إله الحق المفروض في يدك أستودع روحي بعض كتبة العهد الجديد أشاروا إلى هذا النص على أنه نبوة عن المسيح لأن المسيح لما جهة صلبه بيموت قال يا أبتاه في يديك أستودع روحي النص المفروض موجود في لوقة 23-46 ونادى يسوع بصوت عظيم يا أبتاه في يديك أستودع روحي ولما قال هذا أسلم الروح برضو إشارة كاتب العهد الجديد إنجيل لوقة مش بيقول إن ده تم لكي يتم اللي موجود في الكتاب ما قالش الكلام ده لكن المفروض النصارى بيقوله يا أبتاه في يديك أستودع روحي ده فيه نص شبهه والنص اللي شبهه في العهد القديم دي نبوة عن المسيح أحنا بنردك الآتي في المزمور 31 العدد 8 بيقول ولم تحبسني في يدي العدو بل أقمت في الرحب رجلي وبعدين في العدد 17 يا رب لا تدعني أخذ لأني دعوتك ليخذ الأشرار ليسكنوا في الهاوية وبقيت المزمور نفس فكرة إن هذا الشخص اللي بيتعرض للآلام اللي هو مفروض سيدنا داود بيدعو ربنا وربنا حينجيه فلو النص ده إشارة للمسيح فده معناه إن ربنا حينجيه طب يعني إيه في يديك أستودع روحي المفروض سيدنا داود بيتعرض لاتهدات شديدة فهو بيقول أنا مسلم لك روحي يا رب فيما معناه إنه بيتوكل على الله ومدرك تماما إن ربنا حينجيه من الموت وحيحفظ روحه مش هيسلم روحه لأعدائه إن هم يقتلوا في المزمور 32 العدد الأول توبى للذي غفر إثمه وسطرت خطيته توبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روح يغش كالعادة بوليس بيختبس هذا النص فيه غير سياقه علشان يستدل من خلاله على الصلب والفداء فالمفروض الاقتباس موجود في روميا الإصحاح الرابع من 6 إلى 8 كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب له الله برا بدون أعمال طبعا فكرة بأعمال ولا من غير النص ما بيقولش لكن بوليس لقى النص حلو ممكن يستخدم في السياق اللي هو بيحكيه بيفصل النص عن سياقه وبيستخدمه في أي سياق تاني فالنص بيقول كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب له الله برا بدون أعمال طوبى للذين غفرت أثامهم وسترت خطاياهم طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية المفروض في باقي المزمور المزمور 32 العدد 5 فيها معنى أن المفروض ربنا حيغفر وحيسطر الخطيئة والكلام دا كله بسبب الاستغفار والاعتراف بالذنب وهكذا فالعدد رقم 5 بيقول أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي السلاح السلاح دي اللي في الآخر ناس كتير بتتكلم عنها أغلب المفسرين بيقولوا دي كأنها علامة موسيقية أن أنت المفروض تقرأ هذا المزمور كتسبيحة أو ترنيمة أو ترتيلة بشكل معين فالسلاح دي علامة لطريقة القراءة والإلقاء يعني غير كده بنيجي نقول أن النص اللي بيتكلم عن الاعتراف بالخطيئة بيقول أن احنا نعترف بالخطيئة لله مش زي ما الأرثوذوكس والكاثوريك أو المسيحيين التقليديين بيؤمنوا أن الاعتراف بيكون عن طريق وسيط وأن أنا أعترف للكاهن والكاهن هو اللي بيتوسط ما بيني وما بين الله علشان أحصل على المغفرة في العدد رقم 6 من المزمور 32 بيقول لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب عند غمارة المياه الكثيرة الجزء ده في ترجمات مختلفة ساعات بيتترجم لطفان أو حاجة زي كده أو سيول أو أيا كان في بعض التفسير بتشير أن ده له علاقة بعقيدة قديمة اللي هي يعني ميثولوجيا كانت موجودة في بلاد ما بين نهرين والبلاد اللي البني إسرائيل تأثروا بيها وخدوا منها قائد وثانية المفروض أن الفكرة دي لها علاقة بعقيدة أن المادة والمية والكلام ده كله له وجود أزلي وأن الإله دوره أنه بيشكل المادة وبيشكل المية وهكذا لما نيجي نرجع لسفر التكوين هنلاقي النصوص بتقول في البداية خلق الله السموات والأرض وكانت الأرض خريبة وخالية وعلى وجه الغمر الظلمة وروح الله يرف على وجه المياه وقال الله كذا المفروض النصوص دي بتاع سفر التكوين معناها أن في لحظة معينة ربنا خلق السموات والأرض وكانت الأرض يعني دي حالة معينة كان عليها الأرض قبل ما ربنا يخلق السموات والأرض وخلق السموات والأرض دي معناها أنه عدل على الهيئة اللي كان عليها المادة فهو بيقول وروح الله يرف على وجه المياه فالمياه دي كانت موجودة قبل خلق السموات والأرض قبل ما ربنا يعدل في المادة ويعدل في المياه فكأن الأساطير القديمة بتقول أن المياه دي كأن لسه فيها نوع من أنواع الفوضى وما انتظمتش بالشكل الكافي زي ما الإله نظم باقي المادة وباقي الكون فهنا كأن النص بيقول أن الشخص التقي عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب بمعنى أن ربنا هينجيه من هذه السيول أو المياه أو الفيضانات اللي هي رمز للفوضى البدائية اللي كان عليها الكون قبل ما ربنا ينظم الكون المزمور 33 من العدد اتنين احمدوا الرب بالعود بربابة ذات عشرة أو تار نموا له غنوا له أغنية جديدة أحسنوا العزفة بهتاف فدي من النصوص اللي المسيحيين بنوا عليها جواز التعبد لله عن طريق استخدام الآلات الموسيقية ودي فكرة المسلمين بيرفضوها لكن في الكنيسة إلى اليوم ما زالوا بيستخدموا الآلات الموسيقية في قدساتهم وهكذا وبيجوزوا ده بناء على ان العهد القديم بيذكر ان دي كانت طريقة من طرق العبادة نحنا نسبح الله وهكذا واحنا بنعزف مفيش مشكلة في المزمور 33 العدد 6 بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنودها كل جنودها المفروض الكواكب والنجوم والحاجات اللي في السماء النصارى بيستدلوا بالنص ده على ان بكلمة الرب هم بيفهموا النص على ان الكلمة حاجة كأن اداة الاله بيستخدمها بنسمت فيه يعني في بعض الترجمات بتقول بنفخ من فمهي في بعض النصارى ممكن يفهموا النص ده على ان الروح القدس كمان بيخلق وهكذا المشكلة ان النصوص اللي بتتكلم عن افعال الله ما هياش واضحة بالطريقة التي تمنع اللبس ودي مشكلة المفروض الاسلام حلها النصوص التي تتكلم عن العقيدة واضحة وصريحة والنصوص التي تتكلم عن ذات الله ووحدانياته واضحة وصريحة بحيث ان ما يحصلش لبس زي ما حصل عند النصارى ان هم يبتدوا يشخصنوا كلمة الله ويشخصنوا روح الله فيطلعوا بفكرة الثلوث في المزمور 33 العدد 9 لانه قال فكان هو امر فصار فده المفروض نفس اعتقاد المسلمين مش بمعنى ان الكلام اداه لكن نفس فكرة كن فيكون 33 15 المصور قلوبهم جميعا المنتبه الى كل اعمالهم فيها فكرة القلب والعمل برضو في المزمور 34 العدد 4 طلبت الى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي انقذني كالعادة لو المزمور عن المسيح يبقى مفاده ناجات المسيح من الصلاة المزمور 34 العدد 7 ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم فيها فكرة الملاك الحارس لكن المفروض حال حول خائفيه خائفيه يعني اللي بيخافوا الرب فملاك الرب بيحمي اللي بيخافوا الرب وبينجيهم فبرضو لو النص ده بيتكلم عن المسيح يبقى ناجات المسيح من الصلاة كثيرة هي بلاي الصديق ومن جميعها ينجيه الرب يحفظ جميع عظامه واحد منها لا ينكسر ناجات المسيح من الصلاة لكن في نقطة هنا في غاية الاهمية ان النصارى بيشيروا الى هذا النص يحفظ جميع عظامه واحد منها لا ينكسر المفروض النص ده مشار إليه في يوحنى 1936 لأن هذا كان يتم الكتاب القائل عظم لا يكسروا منه فبالتالي لو هم طبعا ده في سياق ايه ان المفروض ان المسيح كان مصلوب ما بين اتنين فالمفروض ان هم كانوا عاوزين يستعجلوا ان المصلوبين يموتوا فبيكسروا رجلين المصلوبين علشان يبقى جسمه مشدود لتحت مايقدرش يشب الفوق فيتنفس المفروض هو مشدود على الصليب فده بيخلي فيه ضغط على قفصه الصدري فمايقدرش يتنفس علشان بقى يتخنق اسرع ويموت اسرع كانوا بيكسروا رجلين المصلوب علشان مايعرفش يشب فيتخنق اسرع المفترض ان الاناجيل بتقول ان لما الحراس جم يشوفوا المسيح علشان يكسروا رجليه لقوه مات اصلا فماكسروش رجليه فبيقولك ان ده تم علشان النبوة تتحقق يحفظ جميع عظامه واحد منها لا ينكسر استخدام النص في غير مخله المزمور بالكامل بيتكلم عن النجاة 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 هو لا بيقولك لا ده مش هينجو ده هيتصلب وهيتقبض عليه والاشرار اللي كانوا عاوزين يقتلوا المسيح وكادوا له هيحققوا ما كدتهم فيه وبس علشان النص ناخد الحتة دي واحد منها لا ينكسر نقوم قايلين دي نبوة عن المسيح ونفض لباقي المزمور بالكامل او حتى النص اللي قابليها على طول النص اللي قابليها على طول كثيرة هي بلاي الصديق من جميعها ينجيه الرب ينجيه الرب حتى من ان عظم من عظامه مش هتنكسر لقد دول هم ثقبوا يديه ورجليه بطريقة ما ما انكسرش ولا عظم من عظامه ضربوه بالحربة في جنبه فخرج منه ماء ودم برضو بنفس الطريقة ما انكسرش ولا عظم من عظامه لو فكرت بفكرة ان المسيح خرموه لقديه ولو بصيت على الافلام الخزوق الحديد ده اللي بيدربوه في ايديه علشان يخرموه ويدقوه في الصليب هل انت متخيل ان يدق في ايدك خبور حديد كده زي اللي بيهده بيه الحيطان وعظم من ايديك ما ينكسرش كلام فاضل ولما يدقوا رجليك يعني برضو هيحرصوا ان الحديد ممكن من ناحية رجليه اسهل لكن برضو لا يعقل ان هيحرصوا على ان لما هيدقوا انا اعتقد ان الدق في الايد مستحيل غير بقى لو استخدموا مصمر وفيع خالص وقعدوا يحشروا بطريقة دقيقة جدا علشان ما تكسرش اي عظمة من العظام دول لكن غالبا لما جم يخرموه ديه اكيد كسروا عظم من عظامه لكن يعني فكرة ان النصارى بيحاولوا يلبسوا صلبوا الفداء اي نص حتى لو المزمور بالكامل بيقول بالنجاة لكن عظمة من عظامه لا ينكسر الجزء ده افصلوا عن باقي السياق واقول ان ده دي نبوع المسيح في المزمور 35 من العدد واحد خاصم يا رب مخاصمية قاتل مقاتلية قاتلهم الله ان يؤفكون الكثير من اهل الكتاب بيقولوا يعني بيستنكروا على فكرة قاتلهم الله لكن الكتاب المقدس بيقول نفس الفكرة ان الله عز وجل يخاصم ويقاتل الذين يخاصمون ويقاتلون احباءه 35-4 ليخزى وليخجى للذين يطلبون نفسي ليرتد الى الوراء ويخجى للمتفكرون بإساءتي فكرة ليرتد الى الوراء دي شبيهة بقصة موجودة في العهد الجديد في انجليو حنى 18-6 فلما قال لهم اني انا هو رجعوا الى الوراء وسقطوا على الارض ففكرة ان المفروض لما جم يقبضوا على المسيح علشان يحكموه ويصلبوه ويقتلوه هكذا جم انت يسوع قال له اني انا هو فسقطوا رجعوا الى الوراء وسقطوا الى الارض المزمور بيقول ايه ليرتد الى الوراء ويخجل المتفكرون بإساءتي برضو في السياق ان ربنا هينجي المسيح من الصلب لو المزمور ده عن المسيح والاحداث دي متوافقة ومتطبقة والنبوة بتقول كذا وهو ده اللي حصل رجعوا الى الوراء وسقطوا على الارض يبقى ده معناه ان ربنا هينجي المسيح من الصلب في 35 من اول 7 فكرة نجاة المسيح ايضا لانهم بلا سبب اخفوا لي هو تشبكتهم بلا سبب حفروا لنفسي لتأتيه التهلكة وهو لا يعلم ولتنشبه الشبكة التي اخفاها وفي التهلكة نفسها ليقع اما نفسي فتفرح بالرب وتبتهج بخلاصه ففيها اشارة ان الشخص المفروض القصة دي ان يهود الخاين راح يدل اليهود والرومان على المسيح فلو النصوص دي نبوة عن المسيح ان هما يرتدوا الى الوراء ويسقطوا وهكذا يبقى ده معناه ان الشخص اللي حب يوقع المسيح في هذه المشكلة هو اللي هيقع فيها انا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو للأسف سفر المزامير كبير وهياخد مننا وقت يمكن فيديوهين تلاتة كمان لكن ان شاء الله نخرج بفوائد كثيرة جدا جدا لو كان الفيديو عجبك لايك وشير وسبسكرايب لو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة زور صفحتنا على بيترون هتجد الرابط اسفل الفيديو لو الفيديو معجبكش عمله ديسلايك مش مشكلة الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته